السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على شوف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه كثير يا رب العالمين انا جيتكم بفيديو جديد عن كيف نعمل الفول المدمس انا دفول زي ربع فول اربع كيلو لقحته من مبارح في موية وجيت الليلة عملت يعني خطيت له زي ملاكتين كبار بتاعين زي ما شايفين ملاكتين كبار بتاعين عدس بعد ما نجحت العدس برضو لمدة دقيقة تغريبا وبعد داك تاني اضيفت اليه طماطم ما كان عندي طماطم تازية عشان كده اطريت تعمله الطماطم الفي العلب دي يعني بتقدي الغرض لو عندك طماطم تازية يعني فرش بكون كويس برضو طيب انا ليس ملاكتين للنار حوالي له نار هادئة جدا او بسيطة شديد يعني داي الشمعة زي ما بقولوا لان انا حاخدته لمسافة طويلة طيب تاني عندي شنو عندي بشرت الي بس اه 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 جزرة هنا الجزرة بشرت يلاو حاكوبة برضو مع بعض كلها مع بعض ها ايوه ها اقبت الجزر هنا مع بعض ها ايوه ها اقلب هسي ها اقلبوا بعدها بس حا اخدته في نار زي ما قلت لكم بسيطة شديدة اقل نارة ممكن تطلع من البوتاجاز حقك يعني حاول خطيها فيه عشان انضج بهدوء شديد جدا الفول ما داعي استعجال عشان ما مثلا انجد الجزء يكون جيد والجزء التاني ما يكون جيد لازم يكون بمستوى واحد يعني الكيمية يعني الدرجة بتحت الندود تكون بمستوى واحد يلا انا حاول على النار يلا وبعد فترة حنجي نشوفو بيقى كيف يعني اقل نشي ساعتين يعني اقل نشي ساعتين فيه زي ما قلت لكم فيه نار هاد أجدا نار هاد أجدا أقلى نار عندك في البوتاجاز تخطيها فيه وغطيه ولكن ما تغطيه كله عشان الروس يقمين العدس شوية بفوري يعني بعدين ما تنسي انا كبيت له موية حارة شديدة من الكتل موية حارة شديدة عشان موية بعدين يجلت يعني يجلت فهم الشي النقطة دي كمان مهمة شديدة طيب كله برضو ما تشوفيه بتعمله من فترة لفترة كدة ده حاولي شوفيه اعملي لوكيك يعني شوفيه اكشف عليه شوفيه لو محتاج موية ما تقدم موية باردة تقدم موية حارة سقنة شديدة من الكتل برضو فانا هسي هخليكم و ها رجع لكم بعد ساعتين ان شاء الله طيب مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على شوهم السلام سيدنا محمد وعلى اقل وصحبه السلام متاسيمة كثير يا رب العالمين جيت لكم بعد مرفوض نديد خلاص اخذ زيت ثلاث ساعات في نارهات عزي ما قلت لكم هاشي بكتسبقيت على الغرف ان شاء الله زي ما شافيه ما شاء الله تبارك الله يلا يلا بعدها هضف ليهو الحاجات المفروض انه هو ياخذ يعني طيب اول شي هضيف ليمون هاخذ ليمون كده طلع الريزير بس طيب هاضف تاني مقونا كدا غريب جدا معظم فضول السامل الا انا هاضف كتشب طيب اضيف بالكتشب يلا بعدها هاضف الملح هاضف الملح هاضف الملح هاضف الملح بعدها هاضف شنو هاقو مقلب هاقو مقلب هاضف شايفين التكشب خلت اللون بتاع وبيقى شوية فاتح فاتح زي ما شايفين اللون فاتح طيب بعدها هاضف ها الحاجة القبلي الاخيرة اللي هي اللوح ما بصغنا منا نهائي اللي هو الشمار الشمار او الكمون الاخضر الناشخ سحنتوا قبل شوي عشان نكون فريش طيب يلا اخر حاجة 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 مهمة شديدة يعني مهمة خالص اللي هو زيت زيت السمسم زيت السمسم زي ما شايفين زيت السمسم يلا هاضفه في الوش هنا وحس خلاص الفول جاهز للاكل وبالهنع علينا وعليكم ان شاء الله جربوا طريقتدي وما هتندو نهائي طيب لأول مرة تشوفوني في الغنب تحتدي ارجو انكم تدعموني بالشير والسبسكرايب اللي هو الاشتراك والتعليقات واللايك المهم يعني طيب في الختام اتمنى لكم كل السعادة هنا وراحت بالعائلة الجميلة الراقية وفي امان الله